الوضع في برلين لا يختلف كثيرا عن واشنطن فالمانيا تشهد أيضا مظاهرات وتشهد رفض للعملية العسكرية أو للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الرئيس الألماني عندما يبتعد ويلغي تلك الفعالية التي كان من مقرر فيها أن يدافع عن الحرب في غزة يضعنا في هذه التفاصيل وحيثياتها عربي مرزوق مراسل قهر الإخبارية من برلين عربي أهلا بك إذن الرئيس الألماني يلغي فعالياته الخاصة بالحديث عن الحرب في غزة وربما التبرير لهذه الحرب وكذلك فضل اعتصامات في برلين ضعنا في هذه الصورة المشتبكة وكيف تتلقف الإدارة الألمانية هذه الأصوات المناوئة لها ودعمها لإسرائيل بالطبع راض نعم الحقيقة المستشار الألماني أوليف شورس كانت لديه حلقة نقاشية يوم الخميس المقبل داخل قصر بلفو ومقر إقامته بمأنه هو رئيس ألمانيا وتم إلغاء هذه الفعالية نتيجة الانتقادات التي وجهت لهذه الفعالية بأن الرئيس الألماني فالتماير لم يكن بدعوة أي صوت فلسطيني أو حتى عربي لهذه الفعالية ولكن كان هناك ثلاثة خبراء فقط قم بدعواتهم ورئيس أحد المراكز التعليمية وهناك صحفي أيضا وإحدى خبراء السياسة الألمانية الإسرائيلية كانوا من المفترض أنهم سيحضروا الإجراء معهم نقاشا من المفترض أن الرئيس الألماني بشكل دائم كل أسبوع أو أسبوعين تكون هناك حلقة نقاشية بعيدا عن أعين الإعلام يحتاج إلى المشورة من الخبراء هنا في ألمانيا ولكن من المفترض خلالها الخلقة النقاشية التي كان من المفترض أن تكون الخميس المقبل أن يكون هناك صوت عربي أو صوت فلسطيني حتى يتكون هناك مناقشات متبتلة تودح وجهة النظر ما بين السياسة الألمانية الإسرائيلية وأيضا السياسة الإسرائيلية وما تريده إسرائيل والهجوم على غازة وأيضا أن يكون هناك صوت فلسطيني لإجراء هذه المناقشات ولكن لم تكن هناك أي أصوات عربية أو فلسطينية يوم الخميس المقبل لذلك كان هناك اعتذر المكتب الإعلام الخاص بيئة الرئيس الألماني وقام بإلغاء كل هذه الفعالية وبرروا أن خلال بداية من السابع من أكتوبر من العام الماضي كانت هناك فعاليات مختلفة من الرئيس الألماني شتاين مير ولكن راعد نود أن نوضح أمر الغايف الألماني أن الرئيس شتاين مير رئيس الألماني كانت له مواقف جيدة جدا أيام كان وزير الخارجية الألماني قبل عشرة سنوات كانت لدي مواقف جيدة بخصوص القضية الفلسطينية ولكن بشكل عام راعد المواقف في ألمانيا تغير بشكل كامل اختلف عن شهر أكتوبر من العام الماضي كان هناك تضامن كبيرا من الشارع الألمان المواطين الألمان والطلاب الألمان مع إسرائيل بسبب العملية التي تمت العملية الفلسطينية عملية حركة حماس في السبب أكتوبر من العام الماضي الآن وبعد الهجوم الإسرائيلي والاكتياح الإسرائيلي الكبير لقطاع غزة وقتل عدد كبير جدا من المدنيين النساء والأطفال وما إلى ذلك الشارع الألمانية تغير بشكل كبير الآن هناك مطالبات وضغطا كبيرة من الشارع الألماني ومن شباب الأحزاب الألماني وطبعا عددا كبيرا من الطالبة الألمانية على الحكومة الألمانية ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب ولكن ما تم بالأمس كان هناك مخيما لعدد من الطلبة وأيضا من نظامات حقوق الإنسان يعني عددهم لا يتخطى العشرين قاموا بالحصول على تصريح من الشرطة الألمانية وقاموا بإقامة هذا المخيم قبل أكثر من شهر تقريبا بمحاذاة مكتب المستشارية قبل البرلمان الألماني البوندستاج وحصلوا بالفعل على التصريح وقاموا بإقامة هذا المخيم وكانت هناك لفتات للتعبير عندهم دعمهم للقاضية الفلسطينية ورفضهم لعملية تصدير الصراحة الألمانية إلى الجانب الإسرائيلي يعني مع وجود هذا التصريح العربي ونشاهد صور اقتحام ذلك المخيم وهم عشرين فرد واقتياد هذه السيدة بهذه الطريقة المسيئة والمهينة كيف يتلقى في الشارع الألماني هذه الصور خصوصا وأن هذا الاعتصام كما قلت أنه حاصل على التصريح وبشكل قانوني مقام في هذا المكان بالتأكيد راد كان هناك عنفا واضحا من الشرطة الألمانية بالأمس في التعامل مع أولئي الشباب كان العنف واضحا بالفعل في التعامل معهم من المفتات حسب بيان الشرطة الألمانية أن التصريح الذي كان وقد حصل عليه مفوضا أنه انتهى بالأمس وهناك حسب الشرطة الألمانية هذا هو بيان الشرطة الألمانية ورد الشرطة الألمانية في العاصمة الألمانية برلين أن أحد المشاركين في هذا الاعتصام خرج خارج مكان أي شخص في ألمانيا يريد أن يعتصم يحتاج إلى تصريح وإلى مكان معين خرج خارج هذا المكان على الشارع العمومي ورفع لافتة مطالبة بالأمور التي يطالبون بها وهذا الأمر مرفوض تماما لذلك تعاملت الشرطة الألمانية حسب البيان بشكل سريع وحتى ذلك لا يبرر هذه عملية الاعتقال بهذه الطريقة المسيئة لهذه السيدة أو هذه الطالبة لا نعرف يعني هذا الشرطة الألمانية يمسكها بهذه الطريقة المهينة التي قد تؤدي لفقدان حياتها بلاي رقبتها بهذه الطريقة على كل حال ربما هناك تداعية لهذا الموضوع في ألمانيا نلقاها معك إن شاء الله في قابل أيام عربي مرزوق مراسل القارة الأخبارية من برلين وافر شكلي على هذه الإضاحات